موسيقى موسيقى اليوم عم نتأمل أنا وياكم بنص انجيل شفاء المخلى وشوي بالفضل نظرنا هالانجيل غير باقي انجيل الشفاءات يلي بتصير بزمن الصوم بنص الابرس بشفاء المنزوفة بشفاء الاعمى حتى بمثل الابن الضال بنشوف انه هالاشخاص المرضى هالاشخاص يلي هني فعلا عندهم خطية او عايشين بالخطية هني شخصيا بياخدوا المبادرة وبيجوا عند الرب يسوع وبيطلبوا منه انه يشفيهم بيطلبوا منه انه يدخل هو بحياتهم لحتى ينالوا الشفاء بيكامل رضاهن بيكامل ايمانهم شخصي بينما هالنص هيدا بيفاجئنا شوي ومنلاقي انه هالمخلى يلي مقلوا اي دور بشفاءه منلاقي في اربع اشخاص هني عم يحملوه هني عم ياخدوا المبادرة عنه هني عم يجوا عند الرب يسوع هني يلي عم بقدموا وبييمانهم الون هني الرب عم بيحقق شفاءه بقلب هالمريض المخلى منشان هيكي انا وياكن حطينا هالنص تحت هالعنوان هيدا يلي هو ايمانك خلص خيك او ايمانكن بيخلص اخوتكن انطلاقا من هيدا العنوان رح منشوف شوي الاطار اطار نص انجيل المخلى وين بيوقع من انجيل مرقص هالنص هيدا بيوقع بالفصول الاولى لانجيل مرقص يلي بيحكي فيها عن سر المسيحاني او عن سر يسوع المسيح وبيفتتح الفصل الثاني بنص المخلى يلي هو الفصل الثاني والثالث بيتمحروا حول عدة جدالات لما يسوع بينوجد ان كان بالجليل وان كان بقورة شليم بيجوا لعندو الكتب والفرسيين وبيبلشوا يتصادموا معو ويجدلو حول ثلاث مواضيع اول جدال هو حول غفران الخطايا من يمكنه ان يغفر الخطايا الا الله وحده اول جدال تاني جدال كان حول الصوم ليش تلميذك ما بيصوموا وثالث جدال كان حول عدم احترام حرمة السبت من قبل التلميذ ومن قبل يسوع بالذات عناصر الاتهام يلي عم بتبلش هون وخاصة بنص شفاء المخلى ويلي هي تهمة التجديف بالاية 7 جزاء الموت كل حدا يجدف يرجم ويموت لانه هايدي خطيه بيستحق انه يموت من اجله رح نشوف هالتهمة الاولى يلي بتبلش ببداية انجيل مرقص رح بتكفي كل خلال الانجيل وبالنهاية بينتهي الانجيل بهالتهمة بالذات يلي بيلقوه على يسوع ويموت من اجل هايدي التهمة بيصلبوه وبيموتوه على الصليب بسبب هالتهمة تهمة التجديف هيدا شوي بمختصر اذا بدنا نحط هالنص بمكانته بقلب انجيل مرقص بمرحلة اولى مثل العادي وقتا بنعمل ليك سوديجينا او القراءة الربية قلنا بالعادي نحنا بنقرأ النص ومنشوفه هو شو بيحكي النص عن ذاته اذا كان مثل الليلة هو نص شفاء مريض او مثل او اي نص ادبي تاني بنشوف النص مثل ما هو المكان الزمان الاشخاص الحدث وشو بيخبرني هالنص عن الرب يسوع شو بيكشفلي عن محبته عن رحمته وخاصة تجاه الانسان الضعيف والخاطئ والمريض واليتيم بمرحلة تاني بنرجع مننتقل لنتأمل حياتنا على الضوء هالنص الانجيلي وقلنا بنكون عم نقرأ قصة وعم نتعرف بس على كتاب تاريخ نحنا هون بسهراتنا الانجيلية وبشكل عام كل مره بنحمل الانجيل ونتأمل فيه هو لنتأمل حياتنا على الضوء هالانجيل لشوف واني انا اليوم بالمكان والزمان والجماعه اللي انا موجود فيها واني انا من هالحدث الخلاصي يلي تم مع المخلع رح نقرأ النص انا وياكن وبمرحلة اولى نشوف النص شو بيحكي عن ذاته بمرحلة تاني بنشوف كيف النص بيحكينا لقلنا اليوم وكيف الرب يسوع بده يتكرم علينا ويحكينا لقلنا كل حدم منا نحنا يلي تركنا كل اشغالنا وجينا لهون لحتى الرب يحكي معنا عنده كلمة يقولة لقلنا فلنسمع ماذا يقول الروح القدس للكنائس وخاصة لهالكنيسة بالزيت يلي مجتمع الليلي هون بعلية مرشربل بقرأ نوياكن النص من انشيل مرقص الفصل اتنين من الاية الاولى للاية اتناعش وعاد يسوع بعد بضعة ايام الى كفرنحون فسمع الناس انه في البيت فاجتمع منهم عدد كثير ولم يبقى موضع خاليا حتى عند الباب فالقى اليهم كلمة الله فاتوه بمقعد يحمله اربعة رجال فلم يستطيع الوصول به اليه لكثرة الزحام فنبشوا عن السقف فوق المكان الذي هو فيه ونقبوه ثم دلوا الفراش الذي كان عليه المقعد فلما رأى يسوع ايمانهم قال للمقعد يا بني غفرت لك خطاياك وكان بين الحاضرين هناك بعض الكتبة فقالوا في قلوبهم ما بال هذا الرجل يتكلم بذلك انه لا يجدف فمن يقدر ان يغفر الخطايا الا الله وحده فعلم يسوع عند ازن في سره انهم يقولون ذلك في انفسهم فسألهم لماذا تقولون هذا في قلوبكم فأيما ايسر ان يقال للمقعد غفرت لك خطاياك ام ان يقال قم فاحمل فراشك وامشي فلكي تعلم ان ابن الانسان له سلطان يغفر به الخطايا في الارض ثم قال للمقعد اقول لك قم فاحمل فراشك واذهب الى بيتك فقام فحمل فراشه لوقته وخرج بمرء من جميع الناس حتى دهشوا جميعا ومجدوا الله وقالوا ما رأينا مثل هذا قط كلم الرب يسوع اذا طلعنا بهالنص منلاقي كتير من العناصر يلي فعلا تستوقفنا يلي بتدهشنا ويلي بتطرح علينا كتير تساؤلات خلونا هيك ندخل على هالنص ونشوف فعلا نتخيل ونقدر كأنه نستحضر هالمكان وهالزمان هالاشخاص الاربعة هالمخلع المريض شخص الرب يسوع الحاضر بالبيت وشو صار بيبلش الناس وبيقول وعاد يسوع بعد بطعة ايام وين كان يسوع كان يسوع قبل كان بالجليل وكان يعز بكلمة الله ويشفي من امراض كثيرة واخر شفاء حققوا كان شفاء الابرس قبل ما يوصل لشفاء المخلع من بعد ما شفي الابرس والابرس ما ادري خبي هالسر الخلاصية اللي عاشوا مع انه يسوع قال له لا تخبر احد روح على بيتك وما تخبر حدا بيقلنا الانجيل فذهب يزيعوا الخبر في كل مكان بسبب اذاعته اجوا كل شي في عالم لعند الرب يسوع يطلبوا الشفاء مشان هيك الانجيل مرقص بيقلنا كمان مرة جديدة من بعد شفاء الابرس يسوع ذهب الى البرية يختلي يختلي مشان هيك وعاد يسوع بعد بضعة ايام اذا بدكن من الخلوي الروحي مع بي السماوي وكأن الرب ما بين الشفاء والشفاء بحاجه يرجع يستئي من بي السماوي كل نعمة موجودة بين احضان الاب لحتى يتمم عمله ومشيئته الخلاصية عاد الى كفر نحوم كان سبق واجه على كفر نحوم ولكنه عاد الى كفر نحوم كلنا بنعرف كفر نحوم معناته ضيعت او قرية النياح او الراحة الحقيقية طبيعي ان تكون كفر نحوم قرية الراحة الحقيقية لانه وين بينوجد يسوع المسيح هونيك فعلا الراحة الحقيقية راحة النفس خاصة نفس الانسان المريضة والمتقلمة فسمع الناس انه في البيت مرة جديدة العالم عم تسمع عن يسوع عم تسمع عن كلامه عم تسمع عن الشفاءات يلي عم بيحققه فاجت على البيت ما بيقلنا بيت مين انه في البيت ليش مرقص مصر يقلنا اجا يسوع المسيح على البيت لهدفين ويمكن لهدف واحد لهوتي بس من المبدأ هذا البيت هو بيت بطرس يلي كان يسوع من فترة لفترة لما يجي على كفرنحوم يعتبروا بيته او بيت حمات بطرس يلي تمم فيه شفاء حماته فهالبيت كان بمثابة الكنيسة بمثابة بيت الله يلي يسوع موجود فيه وبقلب هالبيت يسوع عم يعلن الكلمة وعم يتمم هالشفاءات فاجتمع منهم عدد كبير جدا ولم يبقى موضع خاليا حتى عند الباب وين موجود يسوع الكل بيجي جموع غفيرة وجت على البيت حتى سكروا مدخل البيت فألقى إليهم كلمة الله يسوع المسيح ابن الله وكلمة الله الحي عم بيقلنا مرؤس ألقى إليهم كلمة الله هو المرسل من الآب تيقول كلمة الآب ويعمل عمل الآب عم بيأكدنا مرؤس أنه هو عم بيقول كلمة الله مش كلمته هو فأتوه بمقعد يحمله أربعة رجال أتوه بمقعد يحمله أربعة رجال أختي هالأربعة رجال هني إذا بدكن من مجموعة هالناس هني من هالجمع ولكن انتقلوا من الجمع الغفير ليكونوا جماعة وفي فرق كتير كبير بين الجمع والجموع الغفيرة يلي بتجي إما عن حشرية يلي بتجي إما لأنه مدعوة وفي شي اجت لحتى تشوف أو أنه كالقطيع يلا مشوا منمشي وراهن هاودي الأربعة طلعوا من مبدأ الجموع إلى مبدأ الجماعة وصلوا إلى مرحلة التتلمز إلى مرحلة الرسالة إلى مرحلة أنه يصيروا هني فعلاً مشاركياً بعمل خلاص الرب يسوع ليش؟ لأنه هني بيدورهم كمان سمعوا عن الرب وسمعوا كلام الرب يسوع والإيمان يأتي من السماع سمعوا وآمنوا بكلمة الله وشافوها أنه هالكلمة عم بتحقق شفاءات عم تشفي نفوس وعم بتخلص أنفس كتيري منشان هيك هني راحوا وجابوا هالمقعد حملوه وجابوه على هالبيت إيماناً مننن بأنه الرب يسوع قادر أنه يحقق شفاءه بهالنفس هيده ويخلصه فإذا هالمقعد هيده ما بنعرف شو حالته أخوته بس من خلال هاللي بينقال عنه بالنص بيظهر أنه لا قادر يمشي ولا بيعرش هو مقعد بالكامل يعني نايم يمكن هيك ضهره مقوس إيديه ما بيقدر يحرقهن الجريم كعوكين يمكن موجود على فرشي صغيري هيك كأنه طابي مبرومي على بعضه البعض ليقدروا يحملوه أربعة معناته حالته فعلاً عنده إعاقة كتير كبيرة كتير كبيرة جربوا إذا كانوا أربعة وصلوا على هالبيت ما فيهم ما لقوا إنه الشغلة كتير صعبة بس كتير غريب كأنه كان أسهل عليهم إنه يطلعوا على السطح وينقبوا السقف ويوصلوا لعند يسوع من إنه يمرقوا بين هالجموع الغفيرة يوصلوا لعند يسوع فإذا قداش كان فيه جموع غفيرة موجودة عم تسمع يسوع بها البيت وقدمها البيت لحتى اختاروا الطريق يلي نحنا منلاقيه الأصعب إنه يطلعوا على السقف ينبشوا السقف وينزلوا هالمقعد عند الرب يسوع بيقلنا مرقص نبشوا عن السقف فوق المكان الذي هو فيه ونقبوه ثم دلوا الفراش الذي كان عليه المقعد منقول المعقول كيف واحد بينكش سقف كيف يعني بيشيل التراب بيشيل بيتون بيشيل شو فيه كان قديم بالزمانات بيوت فلسطين مثل كتير بيوت بالشرق الأوسط كله تراب وكله خشب وكله طين كيف معقوله ينقبو ثقف وفي ناس قاعدين جوا بعد شرح الكتاب المقدس بيقوله إنه هالبيوت مثل كتير هالبيت بالذات مثل كتير بيوت موجودة بالشرق الأوسط عنا وخاصة بالجبال فيه على سقفه مثل طاقه كبيره كانوا يحطوا الموني على السطح يشمسوها يعملوا كشك يحطوا حبوب وباخر الصيفيه بيدبوا هالموني وبينزلوها من هالطاقه هايدي وبيغطوا هالطاقه بنيلون وبيقشوا الى اخره لحتى يرجى الموسم الثاني فأكيد هالأربع رجال استعملوا هالطاقه طاقه البيت لحتى دندلوا من خلاله المقعد ليوصل قدام يسوع فلما رأى يسوع إيمانهم أختي يسوع إله حي ومحي عنده عيون بتشوفه بالعهد القديم بيقول أشعية انه الله يرى ويسمع وبينزل عند الشعب وبيخلصوا يسوع نفس الشيه يسوع شايف القلم وعرف بحالة هالإنسان شايف إيمانهم لقلهم هني فقال للمقعد يا بني غفرت لك خطايك وهون بحب توقف انا ويكون شوي لأول مرة مشوف يسوع مدهوش إيمان هالأربع أدهش يسوع لما رأى إيمانهم قال للمقعد مغفورة لك خطايك أزهلوا إيمان هالأربع رجال أدهشوا إيمانهم انه معقول انه يفكروا يطلعوا على السقف وينقبوه لحتى يحطوا هالمقعد قدامي أنا لحتى أعطيه الخلاص قديش قدر الرب إيمانهم مشان هيك بيقلوا يا بني مغفورة لك خطايك يمكن هيده كل كلمة الخلاص بهيدا النص هيدا محور النص كله سوا هالمقعد يلي مبدئيا بمجتمعه اليهودي هو منبوز أو هو معتبر خاطئ لأنه بعد شوية راح نشوف انه راح يجيبوا قصة هالخطيه هيدا معتبر خاطئ معتبر منبوز معتبر آخر المجتمع ما حدا بينتبه له ما حدا بيعيره اهتمامه ما حدا بقدم له خدمه ما حدا بحبه لي لأنه يعتبر خاطئ بنظر اليهود ذكروا معي نص الاعمى من خطئه هو ام والده و يسوع بيصلح لهم مفهومون الخاطئ وتعليمون الخاطئ وبيقلون لا هو ولا ابواه ولكن تيتمجد اسم الله فيه مشان هيك الرب يسوع بيقلو يا بني مغفورة لك خطاياك اول شغلة عملها الرب يسوع اعاد لقلو كرامته الاساسية هو الانسان اللي مخلوق على صورة الله ومثاله هو ابن الله قبل اي شي تاني قبل ما يكون ابن امه بيه ابن مجتمعه او ابن هالحاله او هالاعاقة يلي هو موجود فيها يا بني مغفورة لك خطاياك انا بتخيل اول كلمي كانت كيفي لتشفي نفس هالمقعد يا بني يمكن هيدا ولا مره حدا نعيط له يا ابني ولا مره حس بها الحنين بهالدفق هيدا واكتر من هيك مغفورة لك خطاياك يعني بدو يرجع للجماعة بدو يرجع للشراكة مع الله وبدو يرجع للشراكة مع اخته بقلب الجماعة بس للاسف للاسف انه هالكلام يلي بيحيي نفس المقعد كان سبب شك وعثرة للكتب ولا الفرسيين يلي موجودين قدام هالحدث هيدا كان بين الحاضرين هناك الكتب فقالوا في قلوبهم ما بالو هذا الرجل يتكلم بذلك انه ليجدف فمن يقدر ان يغفر الخطايا الا الله وحده رب يسوع ادهشوا ايمان هالاخوة الاربعة العامل بالمحبة هني كمان كانوا صامتين هني ما حكيوا ولكن عملهم عمل المحبة ايمانهم العامل بالمحبة ادهش يسوع وعطاه الفرح اجا مين هلا يحط له عصي بالدوليب اجا مين يكون حجر عصرة بطريق هالخلاص وهالشفاء هيدا فمن يقدر ان يغفر الخطايا الا الله وحده مقبيل ايمان هالرجال الاربعة بشخص يسوع على انه هو المسيح المخلص والفادي عم يلتقى ناس يشككوا بشخص المسيح ومين ما اعتبر حاله هيدا مين ما اعتبر حاله ابن الله منشان هيك اعتراض على هالكلام بالذات لانه اعتبروه عم بيجدف ونسيوا هؤلاء الكتب او الاشعي النبي يلي بيقول سيأتي وقت يغفر الله لشعبه كل خطيئة ويشفي كل مرض ما هني كتبه هني يلي بيقروا بيكتبوا التوراة والشريعة هني اهل الكتاب هني اللي بيعرفوا مضمون هالكلمة الالهية ما وحيتلون ما كان قلبهم عم يشتعل لما كانوا عم بيشوفوا الرب عم بيحقق اعمال خلاصية او عم يسمعوا كلمته ما دريتلون فعلم يسوع عند اذن في سره انهم يقولون ذلك في انفسهم فسألهم اختي مزمور سبعة عشرة بيقول ان الرب هو فاحس القلوب والكلام حتى لو ما حكيوا هني كمان كانوا صامتين ولكن صامتهم مشكك صامتهم مضمر للشر صامتهم في دين في دينونة في دينونة وحكم على الرب يسوع ما انه صامت ايماني ما انه صامت عمل محبي صامت مشكك وبدين عمل وكلمة الرب يسوع لماذا تقولون هذا في قلوبكم؟ الرب عم يكشف عم يكشف خفايا الدمائر عم يكشف خفايا القلوب عم يكشف النوايا لا ليش؟ لحتى يزلن او لحتى يحطلن على عيننن؟ اكيد لا الرب من خلال هالكلام بده يكشف عن السر المسيحاني يلي هو عايشه من خلال ثلاث علامات انه هو ذاته يسوع المسيح الانسان هو المسيح المخلص ابن الله الاته ليفدي العالم بأسره رح يعطيهم ثلاث علامات اول علامة انه هو بيعرف قلب الانسان وطاحس القلوب والكله ما احدا ممكن وبيقدر يعرف شو فيه بقلب الانسان الا خالق الانسان تاني علامة مغفرة الخطايا مشان هيك بيطلع بالمقعد وبيقلن ايما ايثر ان يقال للمقعد غفرت لك خطاياك ام ان يقال قم واحمل فراشك وامشي اذا انتو تشككتو من اني انا عم قلو مغفورة لك خطاياك وهيدا يلي انا بهمني انا الاله جيت لا اعطي الخلاص الروحي ومغفرت الخطايا للانسان هيدا اللي هممني انا اذا انتو بهمكن الشفاء الجسدي فايهما ايثر ايا اسهل عليكن انكن تشوفوا اعجوبة وشفاء جسدي ملموس حسي اسهل انكن تصدقوا وتقامنوا من انكن تشوفوا شفاء نفسي روحي خفي فاذا هيدا العلامة التاني يلي الرب بيعطيه وهي مغفرت الخطايا على انه هو المسيح والعلامة التالتة هي الشفاء الجسدي يلي بيقول بيطلع بالمقعد وبيقول له قم احمل فراشك وامشي فكانت هيدا العلامة التالتة يلي الرب يسوع عم يعطيه لحتى اذا بدكن يكشف سر مسيحانيته يلي فعلا عم بيجرب الرب انه يكشفوا ان كان بالكلام وان كان بالشفاءات يلي عم بيحققه وكان الرب خايف مرقص اصلا كل انجيل مرقص بيحكي عن هالسر المسيحاني قبل لما شفي الابرس قال له ما تخبر حدا ليش خايف الرب انه عم يعمل شي مش منيح او ما لازم حدا يعرف فيه بالعكس عم يعطي خلاص عم يعطي الشفاء ولكن كان خايف الرب انه يفهموه على انه ساحر او طبيب بس جسدي كان خايف انه يعتبروه مخلص بشري منو اليه كان كل مره هني بيقولولو ابن الله هو كان يقلون ابن الانسان عليه ان يتقلم كان يجاوبون ضغري على ابن الانسان ان يتقلم لحتى ما يفتكروا انه هو بس مخلص بشري مدني الى اخره كان عارف الرب انه هالسر مرح يتوضح الا من بعد موته وايامته وحتى بعد موته وايامته مرح حدا يفهموا الا يلي بيعيش حميميه مع الرب يسوع الا يلي عنده ايمان عميق بالرب يسوع وبيختبر فعلا موت الرب وايامته بحياته ساعته بيفهم السر المسيحاني وبيفهم انه هو هو يسوع المسيح الانسان يلي جسد من مريم العزراء بقوة الروح الادس ومشي على طرقاتنا وبشرنا وشفي اوجيعنا وامرادنا مات وقام في اليوم الثالث هو هو المسيح المخلص ابن الله القدوس هو الله بالزاد موسيقى اشتركوا في القناة